وكان يعتذر عن كس عالم لعندية واعتذر كمان عن كس كس العالم لعندية هأقولك ليه انا أعتذر عن كس عالم ايو اي يعني يا عم يتشرك بقى من الأوانتة دي ما انت بطرحت انت wil ikot conversion 4 و 4 ما انت روح تخلت كس العالم بص انا فيه أندها مش عاق فتروح يا عم يمسبك من الأوانتة دي بقى سيبك من الأوانتة دي سيبك من الأوانتة دي مالأدالة اللي انت بتقول اللي انت أصدق عليها دي كتير وقليل منه لكن ان الموضوع يبقى بالجحود ده يعني ازاي يجي في فالواحد يقولك اعتذر عن كسل عالم للأندية بطولة بتنظمها الفيفا بطولة فيها مبالغ مالية بطولة بتشارك فيها باطل اوروبا وامريكا الجنوبية وانت يقولك اعتذر عن ليه وانت فاكرها دورة رمضانية وانت فاكرها كسل بسطة ايه ده اكيد طبعا ده ينوم عن ان الانسان ده حابب يضرب في الاهلي اكيد بينوم عن ان الانسان ده الاهلي بيخنقه خلاص الموضوع فاق كل الامور الفنية والاخترافات الفنية وده حلو وده وحش وده تكتيك وكذا موضوع ازمة شخصية وعقدة نفسية خلقها له نجاح النادي ده مش ممكن حد تسأله عائل تخش كاس عالم عنده يقولك لا انسحي ليه عشان انا عب كاس افريقيا ليه هتوديك في الاخر ليه هتوديك في الاخر اللي كاس عالم عنده هي ايه ده ودناك من ايه يا جوحان يعني انسحب من كاس عالم لاندية عشان اشارك في افريقيا اللي هي افريقيا اساسا معمولة وبقت اهميتها ان هي بتوصل لكاس عالم لاندية انت عندك ادنى يعني تقييم لنفسك يعني انت بتقيم نفسك حتى مش بتفهم كرة بتقيم نفسك انت الاي كيوب تهك ايه اساسا يعني درجات الزكاء عندك متصقة مع نفسك ومع العالم ومع اللي بيحصل يعني معقول تقول لهم انا هنسحب يا جماعة هنسحب من كاس عالم لاندية ليه عشان شارك في افريقيا انت يعني انت ازاي بتقول كلام لا ده انت لازم من واحد بقى يعني يشوفك الاول طب انت تعبان عندك حاجة النهاردة فيك حاجة مثلا على الهواء وانت خدت تالي في السنة دي عم متى لا مايشرفنيش تالي لان اصلا الهلال والفرقة بتاعت اسمع بص الفرقة بتاعت حسنش حد دخلت مرة واحدة اتخدت تالي الفرقة بتاعت الهلال دخلت مرة انا فكرة يا عم ارضها ولا مش ارضها مش بتلعب فرقة كان ملعب ريال مدريد وجايبين فيه مش حسنش حاجة دايب فيه جون باين تمام واخد دلق انت ما صرتش للقصة دي يبقى انا بص اسمعني بس عشان ايه ما تخليش الجبور يفكر ان احنا ضد النادي انا بكلمك انا بكلمك ان التوقيت طالما فيه بطولة افريقيا اريبة هتخرج من هنا على هنا اعتذر عن كاس العالم ليه صاحب بالين كداب انت روحت انهبت الفرقة كلها واخسرت يعني ما خدتش كاس العالم يبقى انا لما روح كاس العالم ااخده حتى لو عندي افريقيا اريبة حتى لو انا هطلع من كاس العالم على افريقيا كمان بيقولك ايه انت بتروح هناك تضحنا الاهلي بيتضحك الاهلي كمية مشاركاته في كاس العالم القندية وكمية البرونزيات اللي واخده واخد تلاتة برونزيات يقولك لأنا ما يشرفنيش ان انا ااخد برونزيات ما يشرفكش انت مين احساسا يعني عاوز اعرف اللي بيتكلم ده مين عشان يشرفه ولا ما يشرفهوش لو انت معتبر نفسك انك مشجع لعالي انت مشجع لها انت مشجع لزمالك ium خدها كم مرة خد ايه وصل اصل بطولة كم مرة وصل ايه هو خد افريقيا اساسا في العشرين سنة الفاتل دي كم مرة ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده ما يشرفكش تالت عالم ليه ما يشرفكش تلات عالم يعني انك الكرة في مصر احسن من اوروبا ولا الكرة في مصر احسن من امريكا الجنوبية طبيعي ان بطل امريكا جنوبية بطل اوروبا هو لا ياخدها طبيعي كن بقى حصل التفراط ان الرجاء خدها مرة العين الاماراتي خدها مرة دي يعني ما تتحسبش كده يا باشا هي مش بالمرات هي بالاستمرارية العين بقى الاماراتي ده شارك كم مرة اخد التاني كم مرة هو عمل كل الناحطة الناحطة دي نحتها مرة واحد الرجاء المغربي اخد التاني كم مرة هي مرة واحد تبوصل التالت كم مرة ولا مرة تبوصل للرابع كم مرة ولا مرة تبوصل للخامس كم مرة وراء مرة تبخد افريق كم مرة في الفترة الأخيرة ما فيش رجاء مختفي ضرب غدس هي بالاستمرارية حبيبي مش خدت حاجة مرة واحدة وخلاص يا سلام طبما الإسماعيل خد الدور المصني ثلاث مرات طبما أكيد الترسالة دخل الدور المصني مرة مثلا طبما المقولين خد الدور المصني مرة وخد أفريقيا مثلا بتاع كم مرة أربع مرات واسم مختفي بقالو فاتح بالاستمرارية مش أنه أنا رحت عملت حاجة مرة واحدة وليها ظروفها ليها ظروفها بيبقى ساعتها مثلا بطل أمريكا الجنوية بعافية سينة حصلت مفاجأة وخرج البطولة بتنظامها على أرض المغرب فعنده دفع معنوية البطولة بتنظامها على أرض العين فعنده دفع معنوية لكن البطولة تعملت قبل كده في مصر عشان شوف الأهل هياخد تانية واخدش تانية وبعدين ياخد المركز أول اللي ماخدش هي سلام ليه يعني الثقة اللي جايبها دي في المصريين يعني ما إحنا عارفين الموضوع أمها وأبوها إيه وأنت بتروح كهس العالم أساسا هي مصر بتروح كهس العالم أساسا إيه اللي هروح أخد كهس العالم وروح أخدها من بايورن وروح أخدها من ريال مدريد وروح أخدها من تشيلسي ليه يعني أنت بكلامك بيدل عن جهل كاروي جهل كاروي هي الفكرة إيه الفكرة أن أنت يعني بتقول بعض حاجات صح؟ مع كمية أكاذيب وافتراءات وحقد وغل وكره ده غير طبعا أن هي فكرة كوميديا يعني عشان خطر يعني الناس بتحب تتسلى وتحب تفرج وتحب ت يعني وطبعا الأهلي بيع اللي بيشكر في الأهلي الناس تفرج عليه واللي بيشتم في الأهلي الناس تفرج عليه واللي بيشتم في الأهلي الناس تفرج عليه أكتر يعني الناس اللي بدفع عن الأهلي أو الناس اللي هي بتشكر في الأهلي مع الناس ما تفرجش عليه الناس حسن أنه الطبيعي لكن اللي بيشتم في الأهلي الناس بتفرج عليه عشان شوفه وبقول ايه. فانت اصلا لحد الوقتي ربنا مسبب الاهلي في اكل عيشك. سببتك اساسا لو انت ما بتشتمش في الاهلي. ولو انت ما عندكش الحقد ده جوه تجاه الاهلي. والغلي ده تجاه الاهلي. ما حدش كان اتفرج عليك. حتى محمد فارويل اللي قاعد بيحاول ينافع ومشاعدة كان حالفين برضو الموضوع. وعالفين التزبيطة. انت غتلت وكده. وانا هروح مستقيل لك بكده. لان اصلا ما حدش بوقف رضا عبد العالى عند حد. تحيس نوصح بالقناة. تحيس نوصح بالقناة. فده كله غل وحقد. ما نقدرش نقول غل كده.